اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه الحلقة اللي غادي نعمل فيها التامبنيل او الصورة اللي كتكون اه في الواجهة ديال اليوتيوب اللي كتكون هي الصورة اللي كتكون اه كتجلب عدد اكبر كذلك من المشاهدين باش يشوفوا الفيديو ديالك اول شي هو انني فتحت فتحت ابليكيشن اسمها بيكس لاب قادي نحطها لكم في صندوق الوصف اه اول شي كنت هبدك ثلاثة دمقات للفوق كنختار الصيز ديال الصورة ديال كاسم كاسم كتبرك على كاسم كدير تختار تمال اليوتيوب يوتيوب تامبنيل اه كتعطاني الصيز اللي هو الف ومائتين وثمانين على سبعمائة كتعطيها مباشرة كتخليها بعد ذلك غادي توجه لدك علامة علامة زائد وتختار فرومب غالوري يعني من الصور باش تختار الصورة اللي بغيتها يعني كتكون عندك صورة موجودة اصلا فتحاول يعني اختيار الصورة المناسبة التي تريدها ان تكون كتامبنيل او كصورة اه اه واجهة للفيديو الذي ستضعه فالان انا كنقوم باختيار الصورة المناسبة بعد اختيار الصورة المناسبة تعطيك حاول اختيار 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 مثلا اه المسافة التي تريدها انا احاول دائما ان يكون اه واجه الرأس واضح وتضع مكان كما اه مكان للكتابة بعد ذلك تقوم ب اه اه زيادة الصورة على للاطار المحدد لك الذي هو الخلفية الموجودة فانا اقوم باختيار يعني حتى يصل الى المكان المناسب او الحجم المناسب الان بعد ما قمت بالصيز او الحجم المناسب اول شيء لان العديد من كي يقع لهم واحد الاخطاء اقوم بالضغط على العلامة الطبقة الموجودة في الاعلى تحت النقط واقوم بقفل الصورة لماذا اقوم بقفل الصورة حتى لا يكون هناك اي مشكل اذا قمت مثلا بالكتابة لا تتحرك الصورة الى اي اتجاه فانا اقوم بقفلها مباشرة لكي لا يكون هناك اي مشكل بعد ما قمت بالقفل الصورة اضغط على علامة زائد ويعطيني مباشرة تكس او يعطيني ماذا اريد ان اكتب اضغط على تكس فاقوم بتغيير الكتابة اكتب اما اذا كنت تريد الكتابة بالانجليزية اكتب انجليزية اما اذا كنت تريد الكتابة بالعربية باقي مكانك الكتابة بالعربية. حسنا الان قمت بتغيير الكتابة فاقوم بكتابة مثلا زيادة. ساقوم بكتابة زيادة عدد المنخريطين بالقناة او زيادة. قمت باختيارات بكتابة زائد. اول شيء. تضغط على style فتقوم باختيار style المناسب. بعد ذلك تقوم باختيار الحجم. تضغط على size. size هي زيادة الحجم الكتابة اذا اردت ان تكتب بطريقة اكبر او طريقة اصغر. فمجرد تغيير الزر. اه الان ساذهب الى تعطيني العديد من المواصفات. العديد صراحة من الاشياء اللي هي صراحة جميلة وجميلة جدا. اختار بتغيير اللون color. فاختار اللون المناسب. يعني هناك الوان ابيضها. او بيمكنك تضغط على مزائد واختيار اللون الذي تريده. يعني بيمكنك اختيار اي لون انت تريده. بعد اختيار اللون المناسب تضغط على زر صح في اليمين. اذا كنت راضي على على هذا الخط. انا راضي عليه الصراحة. يعني خط جميل. بيمكنك كذلك تغيير لشكل كتابة من اه اه يمين اسفل مائل اه بولك. يعني يكون قوي اكتر. فلا يجب ان تكون يعني الكتابة واضحة للمشاهد. حتى يضغط على على الصورة. اقوم بتغيير قوم بتغيير الحجم الذي تريده. هنا يعني تظهر الحجم اذا كنت تريد اكبر اصغر. اه بيمكنك كذلك هناك العادي المواصفات. اه تريد دي بيمكنك ان تقوم بمثل كتابة مثل اه تريد دي او تخوات دي. بعد اه ساقوم اختيار الخلفية. اضغط على باكراوند. فعندنا اضغط على باكراوند. تعطيني ماذا اريد الخلفية على السوداء او اختيار اي اللون. اختار اللون الاسود. وهذا جيد. ساقوم تقريبا بنفس العملية كذلك. وساقوم بتسريعها. يعني نفس اه المنخريطين. يعني اكسب مثلا اضغط على العلم الزائد واكسب منخريطين. نفس الطريقة. نفس حتى اه يكون الفهم اسهل. اختار سايل. اختار الخط الذي انا اريده. بعد ذلك اذهب الى اه سايز او الحجم. زيادة الكتابة بالطريقة التي اريدها. منخريطين. اختيار اللون المناسب. تضغط على علامات صح. ابي امكانك هناك كما قلنا العاديد بالمواصفة الصراحة الجميلة. مون خريطين. تضغط على علامات صح. بعد ذلك ساذهب الى اذا اردت ان تقوم بمسلا عندي اه هذه العملية تسمى بطروادي مائل او الطريقة التي تريدها. ولكن اه كان صحيحة لا تحاول العبات كثيرا بالخط حتى لا تكون صعبة للمشاهد. اه فحاول ان تكون من اه دائما البساطة. البساطة احسن شيء. ساقوم بتسريع الفيديو. بعد ذلك ساقوم باختيار كذلك نفس الشيء. الـ background. هنا بيمكنك ان تستحكم في الخلفية الخط. بعد ان قمت الان بتقريب الانتهاء الضغط على ثلاث نقاط وايكس بورت نفس حجم تبع اليوتيوب او اخ او يعني الف مئة مئتين وتمانون سبعة مئة وعشرين. الصورة يعني مناسبة للتامبنيل. واقوم بيكسبورت لتحويلها الى الصورة. اذهب الى الملف الصور لتأكد بان الصورة اه نعم الصورة موجودة وهكذا تكون قد انتهيت من الحلقة والى حلقة قادمة ان شاء الله. لا تنسوا سبسكرايب.